تأهل الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول عالميا إلى الدور نصف النهائي ببطولة مدريد للتنسل الأساتذة إثر فوزه على الكندي ميلوس راونيتش بمجموعتين متتاليتين جوكوفيتش أنهى اللقاء بساعة واربع واربعين دقيقة ومن دون مجهود كبير بعد أن تمكن من إلحاق الهزيمة بمنافسه الكندي للمرة السابعة دون أن يخسر أمامه أي مجموعة في كل المواجهات التي التقيا فيها ليلقي في الدور نصف النهائي الياباني كي نشيكوري فيما سيشهد الدور ذاته لقاء الإسباني رفايل نادال مع البريطاني أندي موري